السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم على قناة فرنشاوي مع وليد مصطفى في سلسلة المحثة باللغة الفرنسية مع محثة بعنوان التحضيرات للرحلة المحثة هنا بين زوجة و زوجها الزوجة اسمها إلسا و زوجها اسمه أليكزاندر أليكزاندر تو فين؟ يا أليكزاندر انت جاي؟ أليكزاندر ايوة جاي؟ ماذا تفعل؟ هل تفعل الباجاج؟ انت بتحزم الأمتعة؟ بتلمي الشنطة؟ بتجمع الحاجات السفر يعني؟ أليكزاندر ايوة ماذا أخذ؟ أخذ إيه؟ نطر الساك دو فياج روج شنطة السفر الحمرة أو لفاليز نوار حقيبة السفر السوداء في فرق بين الاثنين أريد أن أخذ دي أو أخذ دي؟ ماذا تفعل؟ هل تفعل الباجاج؟ أخذ؟ ماذا تفعل؟ نطر الساك دو فياج روج أو لفاليز نوار؟ هل تفعل شيء من المساعدة؟ هل تفعل شيء من المساعدة؟ أليس كذلك؟ ردت وقالت نعم أنت على حق أيضا معك ها دي معي قل لي أخبرني هل أأخذ آلة التصوير؟ آلة التصوير اللي هي الكاميرا الكاميرا اللي تلتقط فوتو تمام؟ أو نكتفي بالمحمول طبعا الكاميرا نأخذ نحن دائما نلتقط الكثير من السور انظري انظر سوف نقاط الكاميرا في فترة أبداً أضغرر ومريض المساكلة للغريس لغريس الذي يرتدون إلى الشباب في فترة أبداً هذا هو حقبتي على الرغم ببوني وبالشبوب الأثنى مع خرية ستتضيق من مدينةً هل أبداً لأغريس؟ هل يفعل لغريس ، هل تشرح لغريس؟ هل يفعلون يفعل الأغريس في فترة أبداً مع الثالث أبداً هل يفعل لغريس؟ يا إلزا يا عزيزتي حبيبتي نحن معنا الجي بي اس وكل التطبيقات على الهواتف المحمولة أيوة ولكن أفضل أن يكون معي خريطة وكلمة كارت أخذناها قبل كده بمعنى المينو بتاعت المطعم هنا بني أخذها بمعنى خريطة وموجودة بعد كده بمعنى بطاقة لا بطاقة الفيزا أو بطاقة الهوية أو بطاقة الدعوة وكده داكور لديك الكارت حسنا تفضل إليها سيدة الخريطة كيف سنذهب إلى المطار؟ في الوطبيس أو بالتاكسي؟ كيف سنقوم بえっزاكتما؟ متى نرحل بالضبط؟ بدكة هننطلق الساعة كام؟ ماشيري عزيزتي هننطلق يوم الخميس هننخذتش بلونها بتسأله إجزاكتما يعني بدكة نعم، أعرف، لكن في أي ساعة؟ هنا السؤال بـ أعيزة ساعة محددة ردها الطيارة ستنطلق الساعة 17 إذن سننطلق من المنزل في الساعة هي أخذت الكلام وكملت وقالت الساعة 5 الصباح أنا فاهمة هنا كلمة جفوا يعني أنا أرى بس المقصود فيها أنا فاهم أو أنا وخبالي يعني بكده أكون خلصت المحثة دي أشكركم جداً وما تنساش إن في وصف الفيديو في لنك من خلاله تقدر تحمل ملاف الـ PDF لنص المحثة وترجمتها وأهم الكلمات والتعبيرات وكلمات وتعبيرات إضافية بترجمتها كمان هتلاقي فيديو المحثة بصوت المتحدثين الأصليين علشان تسمعه وترددها كتير شكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته